نتمنى العالم فعلا تتأبل شريح ذوي الامتيازات الخاصة والقدرات الخاصة تشوفهم من منظور مختلف مو هنن أشخاص لما بحاجة دعم مادي مثلا أو بحاجة منظور خيري أو إغاثي لا إنه هي الشريحة من حقها تتعلم من حقها يكون عندها فرصة لتعبر عن الأدوات الموجودة عندها لأنه صاروا يحسوا ابنهم بالنهاية هو شخص منتج شخص فاعل شخص سوي بيشبه الأشخاص خلينا نقول طبيعيين زبائل معهن هو تعامل كتير ودي هن يعني ببساطة كتير عاجبون إنه يكون حدا إنه تلازم تداون قطع هذا الشوت بهذا التدريب وبلش يقدم لهم خدمة نحن بهمنا استدامة المشروع يكون في كافي دائم بمدينة دمشق لحتى يتم تدريب أكتر من الشباب الموجودين معنا وحتى خلينا نعمم أكتر من بس متلازم تداون نكون عنا لشريحة كل ذوي الاحتياجات الخاصة لحتى نعمم التجربة لاحقا عبائية المحافظات السودية اشتركوا في القناة